هنعمل النهاردة شنطة بناتي كده صغننة مدورة فكرتها سهل خالص عبارة عن دايرتين انا هشتاق حوريكو الباترون اللي عملت واحدة وحامل معاكو الباترون التاني وبنشبكهم ببعضية اي ما بنشبكهم على طول اي ما بنعمل لهم قاعدة صغيرة ده زي ما تحبوا فالطريقة سهلة وطول يعني ابتدينا استخدمت هنا قيت كوتون جولد بلاس فاتليته سميكة شوية بس الفاتلة حلوة تقدروا تستخدموا اي نوع خيط تحبوه يعني خط قطني بيور اينا خط خيط انتو تحبوه دي الفاتلة واستخدمت معاها ابرة تلاتة ونص هي تلاتة ونص بس انا عندي كلب فبهدلت الابرة سوري بس دي الابرة انا بحب اشتغل بها فهي يعني ربناس هنحكلت الابر موظم الابر يعني اي حاجة بتلاها وقدم بتاكل هنبتدي الاول بعقدة البداية مش فيكو لناس اللي عارفة ان عندي كلب اسمو فيكو دي بنتو اسمها ليسي فهي شخصية كده عايزة ايه يعني تتعضع دي يعني زي ما هي بتعمل في الحاجة هنتزي الاول بعقدة البداية وبعدين هنعمل خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وبعدين هنقفلهم هنروح عند اول واحدة ونقفلها بمنزلقة وبعدين هنرتفع سلسلة وهنعمل جوه الحلق هنا تمن غرس حشو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية وهروح عند اول غرزة اشتغلتها وهعمل منزلقة اوكي وبعدين هرتفع تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة وبعدين هشتغل في كل غرزة حشو تلاتة غرزة عمود ادي معنا واحدة هنشتغل اتنين تاني في نفس المكان واحد اتنين في غرزة الحشو اللي بعد كده هنعمل تلاتة ادي واحد اتنين تلاتة هيكون معايا في المجمل في الاخر اربعة وعشرين غرزة عمود اربعة وعشرين بما فيهم التلاتة سلسلة دول اول تلاتة سلسلة احنا اعتبرهم اول عمود هنكمل لحد ما نقفل نوصل الاخر انا هنا معايا اربعة وعشرين عمود هروح عند اول تلات سلسل انا اشتغلتهم وادخل في تلات سلسلة وادخل اعمل منزلقة خلي بالكم ان اول سلسلة دي اول تلات سلسل دي اول عمود هرتفع سلسلة وادخل تاني في اول السلسلة اللي هي التالتة معايا او في نفس الغرزة هعمل غرزة حشر وهدين اتنين سلسلة وافوت اي دي اول غرزة عمود اهي هروح للي بعدها اعمل غرزة حشر واتنين سلسلة وافوت واحدة واروح للي بعدها اعمل غرزة حشر واتنين سلسلة وافوت واحدة واروح للي بعدها غرزة حشر اتنين سلسلة وافوت واحدة واروح للي بعدها اعمل غرزة حشر وهكذا لحد ماوصل للاخر المفروض ان انا هنا معايا اتناشر فراغ زي ما انتوا شايفين اهو ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احداشر وادي اخر اتنين سلسلة وهروح عند اول غرزة حشر انا اشتغلتها وادخل اعمل منزلقة وارتفع تلاتة سلسلة وادخل في اول فراغ اعمل تلاتة عمود واحد اتنين تلاتة مع اول سلسلة معايا يبقى في كل فراغ اربع عمود هتقول في الفراغ اللي بعد كده اعمل اربع عمود واحد اتنين تلاتة اربع وحستمر كده لحد ما خلص في اخر في كل فراغ من دول اربع عمود خلصت كل الوحدات اللي هنا هروح عند واحد اتنين تلاتة عند تلات سلسلة عند اول تلات سلاسل عند تلات سلسلة من فوق وادخل فيها اعمل منزلقة وارجع اعمل سلسلة وادخل في نفس المكان تاني واعمل غرزة حشو واتنين سلسلة وافوت اول راس عمود واروح للي بعدها اعمل غرزة حشو اقرر نفس اللي قررناتين اتنين سلسلة هفوت واحدة وادخل في التانية واتنين سلسلة وافوت راس عمود وادخل في اللي بعدها واعمل اتنين سلسلة وافوت راس عمود وادخل في اللي بعدها اتنين سلسلة وافوت راس عمود وادخل في اللي بعدها لحد ما وصل للاخر انا وصلت هنا لاخر واحدة هدخل في اول غرزة حشو واعمل منزلقة وهروح كمان للفراغ أدخل فيه أعمل منزلق وهرتفع واحد اتنين تلاتة السطر اللي بعد كده اللي هو السطر ده عندي في كل فراغ من الفراغات مرة تلاتة عمود ومرة تلاتة عمود ومرة تنين عمود ومرة تلاتة ومرة تلاتة لحظة بصوق تلاتة 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 اتنين تلاتة تلاتة اتنين فهتبقى ادي معي أول عمود اهول هي تلات سلاسل هتخل اعمل كمان مرة واحد اتنين يبقى معي تلاتة عمود واللي بعدها واحد اتنين تلاتة واللي بعدها اتنين عمود بس واحد اتنين يبقى أنا حمشي بالترتيب ده مرة تلاتة ومرة تلاتة ومرة اتنين كمان مرة فراغ اللي بعده واحد اتنين تلاتة واللي بعده واحد اتنين تلاتة اللي بعده اتنين عمود واحد اتنين وهنرجع نكرر تاني تلاتة تلاتة اتنين انا خلصت دايرة زي ما انتوا شايفين هروح عند اول تلات سلاسل اشتغلتهم هروح عند اتالت سلسلة فوق وهعمل فيها منزلقة وهرتفع سلسلة وهرجع ادخل تاني في نفس المكان اعمل غرزة حشو واعمل اتنين سلسلة وافوت اول راس عمود واروح لللي بعدها اعمل غرزة حشو واتنين سلسلة وافوت راس العمود وادخل في اللي بعدها اعمل غرزة حشو وكمل لحد ما وصل للاخر نفس الخطوة اللي احنا بنعملها انا هنا هدخل افلت بمنزلقة وهروح للفراغ بمنزلقة برضو وهرتفع تلاتة سلسلة السطر دا بقى هعمل فيه تلاتة عمود في اول فراغ والفراغ اللي بعده تلاتة اتنين تلاتة مرتين اتنين هقول لكم ازاي يا سهلة خالص اول فراغ هعمل فيه تلاتة عمود ادي معايا اول سلسلة وبعدين هعمل اتنين عمود ادي اول تلاتة الفراغ اللي بعده هعمل فيه اتنين اتنين عمود بس اتنين عمود بس الفراغ اللي بعده هعمل تلاتة واحد اتنين تلاتة الفراغ اللي بعده هعمل اتنين واحد اتنين والفراغ اللي بعده كمان اتنين واحد اتنين واكرر مرة تلاتة مرة اتنين مرة تلاتة اتنين اتنين سهلة يعني حاولوا تكتبوها لو فيها لخبطة تمام يبقى مرة تلاتة دي واحد اتنين تلاتة والمرة اللي بعد كده اتنين واحد اتنين وبعدين مرة تلاتة واحد تلاتة وبعدين مرتين اتنين واحد اتنين واللي بعده كمان اتنين واحد اتنين تمام وهكمل بقى بقيت سطر على كده انا خلصت هنا السطر هروح عند برضو تالت سلسلة دي واحد اتنين تلاتة وادخل فيها اعمل منزلق وارتفع سلسلة وادخل تاني في نفس المكان اعمل غرزة حشو واثنين سلسلة وافوت عمود واروح في اللي بعده اعمل حشو واخد اتنين سلسلة وافوت عمود واروح للي بعده اعمل حشو واتنين سلسلة وافوت عمود واروح اعمل حشو وهكمل لحد نهاية السطر انا خلصت السطر زي ما انتم شايفين سهلا جدا مفاش اي حاجة والدائرة مظبوطة وشكلة حلو هرتفع تلاتة وادخل اعمل اتنين عمود واحد اتنين مع اول تلات سلاسل هيبقى معايا تلاتة والفراغ اللي بعد كده هعمل فيه اتنين عمود واحد اتنين والفراغ اللي بعد كده هعمل فيه تلاتة واحد اتنين تلاتة والفراغ اللي بعد كده هعمل فيه وحمشي بعد كده تلاتة اتنين تلاتة اتنين تلاتة اتنين لحد الاخر. مرة تلاتة ومرة اتنين مرة تلاتة ومرة اتنين لحد ما وصل الاخر السطر. خلصت السطر. هروح عند تالت سلسلة زي ما بشتغل. واعمل منزلقة. وارتفع سلسلة. وادخل تاني في نفس المكان. اعمل غرزة حشو. واتنين سلسلة. وفوت اول عمود واروح للي بعده اعمل جرزة حشو. واتنين سلسلة. وفوت عمود واروح للي بعده. جرزة حشو. واكمل لحد نهاية السطر. بنفس الطريقة. انا هنا خلصت الدايرة زي ما انتو شايفين. هعمل بقى اخر سطر. اخر سطر. عندي تلاتة ومرتين اتنين. ومرة تلاتة ومرة اتنين. يبقى انا هكرر بعد كده. سطر. آآآ فراغ تلاتة وفراغ اتنين. والسطر اللي بعده فراغ تلاتة. آآ اتنين. مرتين اتنين. مرة تلاتة مرة اتنين. وده لو انا عايز اكبر الدايرة اكتر من كده. فيبقى السطر ده هيبقى هرتفع تلاتة سلسلة. وحدخل تلاتة. هعمل اتنين عمود. ادي. واحد. ادي. اتنين. ادي مرة تلاتة. المرة اللي بعدها اتنين. واحد. اتنين. وبعدين مرة تلاتة. واحد. اتنين. تلاتة وبعدين مرتين اتنين. واحد. اتنين واللي وراها اتنين. واحد. اتنين. وارجع تاني اكرر. مرة تلاتة مرة اتنين مرة تلاتة مرتين اتنين. وكرر بعد كده لو انا عايز اكبر انا انا هكتفي باخر ده سطر. بعد كده هيبقى هكرر السطرين دول تاني. مرة ده مرة وده مرة. ده مرة وده مرة. لحد ما اكبر القطر اللي انا عايزي. تمام? هخلص وارجع لكم. خلصت الدايرة زي ما انتم شايفين. هروح عند تالت سلسلة هنا. واقفل بمنزلقة. وده المقاس اللي انا عايزي. طبعا لو حابين تكبروا عن كده. اتس اوكي براحتكم. هنكبر زي ما قلتلكم. السطر اللي هو بتاع الفراغات ده كامل يعني سابت معنا زي ما هو. هيبقى السطر اللي بعد كده. هعمل في الفراغ. هعمل سطر الفراغات عادي. وبعدين هعمل مرة تلاتة ومرة اتنين. والسطر اللي بعده مرة تلاتة مرة اتنين مرة تلاتة مرة تين اتنين. لحد ما نحس ان الدايرة مظبوطة معنا. هي كده عشان كبرت معنا في يعني وغده البسيط ده لكن هي يعني مظبوطة كاملة الاستدار. هنشبك بقى القطعتين دول في بعض. اوكي? هحط بس الاتنين دول. ده الظهر بتاع الشغل زي ما نشايفين باين اهو. وده الوش بتاع الشغل. هحط الدهر. عالدهر. ونبتدي نشبك الاتنين دول في بعض. هنشبك بقى ممكن نعمل بطانة. ممكن ما نعملش براحتنا خالص زي ما انتوا حابين. آآ ممكن نعمل جزء هنا مسلا آآ يديني عرض هنا. انا عشان هي شنطة بنوتس وغنانة. فمش عايزها تبقى وغده في وليوم كبير. فانا هعملها بس بطانة وزيها. وهنعمل هنا حاجة نقفلح بيها. تبقى بزرار كده شكلها لطيف. او ممكن تعملوها بسوستة زي ما انتم حابين. فانا هكمل كده اشوف حامل فيها ايه وارجع له كده. انا بطنت جنب واحد زي ما انتم شايفين بقطعة عند وراء. خواليكم الجزء تاني ببطانه ازاي? قصيت دايرة باي قماش عندي كان عندي هنا ستان ابيض. فقصيت دايرة اكبر من الدايرة اللي انا بشتغل بيها. وده سبتها بدا بابيس. وبعدين ببتدي اجي كده على الطروف. وابتدي اخد. هدخل بقى الخيط بقى جوة كده. ببتدي اتني حتة صغيرة. وابتدي امشي بالخيط اسبت البطانة بتاعتي. اهو. باتني كده وانا ماشية. كده. بمشي جوة البطانة. وباخد الشغل اللي من تحت. وببتدي اسبت. كل دي طول ما انا ماشي ببتدي ايه? الف كده. واداري كل ده هيدخل جوه. طريقة البطانة بتاعتها سهلة جدا. بس دات الموديل ده. يا بس جات هنا كبيرة ازاي? بدخل كل ده بقى معي لجوه. تمام? اهو. بمشي جوة البطانة وبمشي باخد من تحت. وبسبت. لو حد مش بيعرف يستخدم قوي الخط والابرة ممكن يودي لأي حد يامله على مكانة خياطة ما فيش مشكلين. هخلص بقى الدايرة دي وهدنشبك القطعتين في بعض. انا هنا بطنت القطعتين زي ما انتم شايفين. الطريقة سهلة جدا. حاجي من عند قديل الجزء بتاع البداية اهو اللي انا كنت بدأ بيه حاجة قبل وكده بغرزتين ولا حاجة. وادخل. في الطرف. في الطرفين اللي قصت بعض. اللي هما اللي جوة. وابتدي اسحب الخيط بتاعي. كده. واعمل سلسلة. وادخل تاني في نفس المكان واعمل غرزة حشو. دي هتخليها بارزة شوي. يعني هتخلي التقفيل بتاعي بارز. وابتدي اخد كل اتنين مع بعض. اهو. اللي جوة مع اللي جوة. اهو. واعمل غرزة حشو. وادخل برضو اللي جوة مع اللي جوة. اهو. واعمل غرزة حشو. ممكن نعمل منزلقة لو انا مش عايزاها بارزة. يعني لو انا مش عايزة البروز ده بس هو شكل لطيف يعني. خصوصا احنا هنعمل فيها شرشيب في الاخر. فهتخلي برضو شكلها حلو. فحيخد الغرزتين مع بعض. واعمل غرزة حشو. واقفل. يعني لحد ما انا يعني انا هنا بدأت اهو من هنا مسلا. هقفل هي دايرة. فحقفل مسلا لحد هنا كده. يدوبة كسيب مكان على قد ايه فتحة الايد. يعني اشوف كده ازبطها بحيس ان انا ايه? هسيب مكان بس على قد فتحة الايد وان انا اعمل منه الزرار. بس كده. فحشبك وبعدين نشوفها شكلها ايه? بسوا لما تيجوا تركبوا الزرار ركبوه قبل البطانة. عشان انا هنا غلطت وركبت وبعد البطانة. فايه ما كنتش عارفة عدي الخيط من من ورى. فركبوا الزرار الاول. انا هنا كنت عندي كورة خشف كده كبيرة في حبة شكلها مع اللون الابيض. وحنعمل دلوقتي سلسلة كده صغيرة من ورى. حاجي هنا ورى كده. وصادر الزرار من ورى. وحدخل هنا في اي غرزة من الغرز اللي عندي. واجيب الخيط بتاعي. واعدي كده من هنا واعمل. واعدي واعمل سلسلة. هعد بس لحد ما ايه? يعني مش مش عدد معين لحد ما انها تعدي تقفل تلف هنا. بس. فانا مش بعد عدد معين. اهو انا بقيت ايه بها كده. لحد ما شوف انها ايه? هتلف الزرار بتاعي. ممكن حتى هتبقى تلف مرتين. يعني ايه? ايه هنا لسه ما وصلتش اهي. اهي كده هلف كده بصوا اهي. طيب كده تمام. هدخل بيها مكان ما عملت واعمل منزلك. واقص الخيط. واسحب ده كده مع بعضه. بحيبقى عندي الفتلتين هنا قصت بعض. هعمل عقدة تاني. عشان ما يتفكش ميني. وابتدي اسحب الخيط ادخله. من جوه الشجر بتاعي. هنعمل اليد بتاعت الشنطة. انا هعملها برضو خيط. انا هجيب هنا خيط رفيع. زي اي خيط قطن رفيع عندي. خيط ديذة. اي خيط تكون فتلة رفيع. بس تكون مسكة نفسها قوي. وابتدي اجوزهم مع بعض. علشان انا عايزة ليد بتاعت الشنطة رفيع. وفي الوقت نفسه ما تموتش وتوسع مني. هاجي من الجنب هنا. هدخل كده في اي مكان. واسحب. واعمل سلسلة. واعمل. هدخل فيها تاني. اعمل غرزة. حشو. وايجي جنبها اعمل غرزة. حشو. يبقى انا كده هعمل غرزتين حشو. واشي دي ده كده. وارتفع سلسلة. ولف الشغل واعمل. واحد. اتنين. غرزتين حشو. واعمل سلسلة. ولف الشغل واعمل غرزتين. حشو. وارتفع سلسلة داني. ولف الشغل واعمل. غرزتين. حشو. وهشتغل كده لحد نهاية الطول بتاع الايد اللي انا عايزة. لحد ما خلصتو الايد بتاعتي. وبعدين اشبكها الناحية التاني. انا غيرت الزرار الخشب اللي كان هنا حسيت الاتنين لولي دول شكلهم الطف. وغيرت كمان المكان علشان يعني ازبطه. وادي الايد اهي. زي نفسها شوية. مش هتموت معايا قوي. انا حاولت اشغلوكم المرة دي بالتفصيل علشان ايه? ما تتضايقوش ان في حاجة نقصة في الفيديو يعني. هعدي كده. واعمل منزلقة من هنا. هعدي لها بس كده. وانتاني عدلة. واروح دخلة من ناحية. التانية كده. ومعدين من هنا برضو. واعمل. منزلقة. واعمل سلسلة كده. واسيق مسافة واقطع. واسحب الخيط. وادخلو جوه. انا هعمل في الشنطة من تحت شرشيب. في كل الجزء ده كده. فانا قصتي الشرشيب بالطول اللي انا عايزي. آآ قصتها طويلة كده. مفوض ان انا عايزيها هتبقى كده بالزبط. هبتدي ادخل بقى في الغرزة اللي انا عملتها لي قفلت بها الاتنين. واسحب. هجيب قبرة بس اكبر شوية. هبتدي اعدي. واسحب الشرشيب مع بعض كده. وابتدي اخد زي غرزة كده او عض. وابتدي بقى على مسافات. يعني انا عملت هنا التلات شرشيب. التلات وحدات يعني. هبتدي اعمل دول زي هم اهم. كده. وعلى مسافة واخد. هدخل كده. هشد قوي كده. هكمل انا بقى بقيت الشرشيب. اهم حاجة بس ان انتو تعملوا الشرشيب طول واحد وفي الاخر بنساوي. يعني بنساويها في الاخر. بس ودي فكرة الشنطة خفيفة وصيفي وسهلة وبناتي وتنفع كبار ولزيزة جدا. انا مفياش اي حاجة. فيارب بتكون الفكرة عجبتكو. قولوا لي رأيكم في الكومنتات. وهي ما خدتش حوالي مية وخمسين مية وسبعين جرام. بسيطة خالص يعني. ما خدتش اخد كتير. قولي رأيكم. باي باي.